كيف يستقبل اليمنيون رمضان؟ سؤال أجابت عنه أعوام سابقة بمساجد مملؤة بالذاكرين وإخاء يشمل كل اليمنيين وجمعيات خير تطعم الصائمين ومسابقات قرآن تفتح مجال التنافس أمام الحافظين وأسواق تعرض بضائعها المتنوعة أمام الشارين القادرين كانت تلك جوانب من استقبال اليمن لرمضان قبل أن ينبعث أشقاها منقلبا على أفراح اليمنيين وتطلعات أرواحهم وسكينة رمضانهم ليتحول رمضان في مخافة الانقلاب محطة لذكريات الألم وجراحه حيث مئدة الإفطار تفتقد فردا شهيدا أو مخطرفا معذبا أو طاردا مطلوبا فيما أسر أخرى صاعدت بأكملها نحو السماء بعد أن خر عليها السقف من فوقها بفعل قذائف الانقلاب التي لا تستثني أحدا يستقبل اليمنيون الأيام الثلاثين بثلاثة شهداء من الإعلاميين رأى الانقلابيون في نقلهم للحقيقة أم الجرائم التي تستحق الموت يقف اليمنيون في أول أيام رمضان وتقديرات الأمم المتحدة لأرقام المهددين بشبح المجاعة لا تقف عند حد بعد أن تخطت حاجز الملايين السبعة فيما تسعة عشر مليون مواطن بحاجة للمساعدات وسبعون في المائة من السكان تحت خط الفقر وثمانية ملايين يمني يستقبلون رمضان وقد فقدوا مصدر دخلهم وأزمة الرواتب تطحن المطحنين بآهات أبنائهم هو إذن استقبال يمني لرمضان استقبال يصنع مشهده القتل والإفقار والتجويع والخذلان وإذا كان الهدف النهائي للانقلابيين يكمن في تركيع اليمنين لإيران فإن اليمنين ومع استقبالهم لرمضان يستعلون على كل الآلام إفشالا لمشروع التركيع وفيما يلقي اليمنيون أمانة الدعم والإسناد وإنقاذ الجوعة على تحالف العرب يواصل أبطالهم صناعة يوم النصر على أسوار القصر مؤكدين أن من يصوم عن الذل يقترب أكثر من عيد الحرية الكبير